اشتركوا في القناة ان احنا عندنا نوع من التضخيم للمشكلة من غير ما ناخد بالنا او الحاجة نسميها الاقترار الواحد يوعد يقتر القلم يعني انا بقول لنفسي مهما حد دايقني مالوش اكتر من 15 دقيقة فيوقتي ده مبدأ ماشي بيعليه من حين ما كنت في امريكا يعني هو اخرك 15 دقيقة فيه ناس ده ممكن تروح بقى البيت وتكبر الموضوع بطريقة غير طبيعية نوع بدمير الاقترار فيه برده حاجات لازم عشان تتعاملي مع الضغط نفسي ولما بعد ما بتعملي الليستة بنسميها كوبينج او ازاي تتعاملي بقى لازم يبقى فين هو من التهدئة حاجة نسميها كولينج اقافي يعني عارف زال العربية كده وانتي ماشي سعيق بيها في السحر والسكنت لازم تركينيها على جنب وتهدي ساعات ريتم الحياة بيبقى سريع جدا مجارة مثلا تمرين زي التنفس العميق عندي تنفس من بطنه ومش بس من صدره يحاول يملى القفص الصادري بتاعه بالهوي وبالراحة كده يمسك نفسه كده اربع مرات يعني يعد من احد الاربعة في سره من بطنه كده مثلا فيه حتة الهيومر اللي هو المرح كان فيه شخصية مشهورة جدا في مصر ممش موجود دلوقتي بس كان بيبقى دايما الناس بتضغط تتفرج عليه فاته ده شوية من الضغط النفسي انه كان مرح جدا فيه برضو حتة الدعم الاجتماعي انه يعني يعني فيه ناس الضغط نفسي بزيد عليها ما تروح تشتكي مثلا فيبقى فيه حد من عائلتها بيستخدم ده ضدها بدل ما يقولها يحتويها يقولها طب والله فعلا يعني المنضوع ده صعب ويبقى فيه نوع من الاحساس بالاخر بيحصل لا بيبقى فيه نوع من اللوم فهل انت عندك الدعم الاجتماعي اللي هو السوشيال سوبورت الدعم النفسي من عائلتك من الناس المكربة إليكي ولا بتحسي انه هم بيمسكوا ده ضدك